شوف بقى موضوع تاني بيهم ناس كتير قوي موضوع خشونة المفاصل خشونة الركب وبقى منتشر جدا زي ما دكتور رامي قال انه ما بقاش بقى حاجة مرتبطة بالسن وبالعجز ده بقى الشباب الصغيرين شايف ايه في الموضوع ده ازاي نمنعه الاول قبل ما نعالجه خلينا نتكلم في المطلق ايه هي الخشونة الخشونة انه هو المفصل اللي بيشايل الجسم سواء ركب او مفصل قدم او مفاصل كتف بتتعرض لسوريقيات اكل مش مصبوطة بتبتدي من الاكل من التغذيق من الوزن من الحركة الغير سليمة من قلة الرياضة ومن الاعداد او يعني الجلسات المصرية اللي مش طبيعية لو انا بقعد مربع الارض او بحط رجل تحتي او هكذا انا بشوف تلوقتي للأسف من سن 13 سنة بالذات في البنات اكتر البنات كتير من المصريات ما بيلعبوش رياضة للأسف الشديد ولو بيلعبو رياضة بتبقى رياضة عن طريق الناس من غير متخصصة اللي هو فيها سكواتز كتيرة فيها حديد في سن مبكر فيها جيم استخدام لجيرز وطولز غير مناسبة للسن انا بشوف شباب سغيرة كمان على الكراس فت على طول بالضبط جدا اللي هو انت معدتش بمرحلة اولى والتانية والتالتة ممنوع اطلع اعمل لفل الوحش زي ما بيقولوا من رياضة دي بتؤدي الى اصابات عميقة وكتيرة وتقيلة كمان يعني من الاسباب القاعدة بشكل مش مزبوط طبعا الرياضة بشكل من غير اشراف مدرب متخصص طبي مناسب للسن السمنة ايه تاني السمنة والعادات الغذائية المصرية اللي هو ممكن نخصم في خمس نقاط المخلل والشطة طبعا المشروبات الغذائية cuenta الانج ب eaten صدم أنت بتصدمنا oh لا لا بتبعامنا ذا لأثقة الصنفارة عالمفصد طبعا الصهار هي مش انا قول اسامية مشهلات المكíllية المشروبات الغذية المفرط فيها مشروبات الطاقة يا فندم كمان طبعا في سن مبكر في اوروبا كلنا ممنوع تحت 16 سنة هنا بياخدوها في سن مبكر جدا كل الحاجات دي بتأثر علي الركب طبعاً جداً كمان هي تراكمات مع المدى البعيد وموضوع محتاج تكرار للحاجات السيئة اللي الدكتور بيقول عليها لا وحاجة ملفتة للنظر قوي أن الأكل كمان داخل في دي يعني احنا بنقعد نقول طول النهار في قسم التجميل عندي أن الأكل مهم للبشرة والأكل والأكل معرفة ناشي أن الأكل كمان المفاصل كلها كولوجين زيها زي البشرة بزرعة وأهمهم دلوقتي كمان اللي بدأت منع في أوروبا زي ما كان الدكتور بيقول اللي هي مشروبات الطاقة والأكل اللي هو السريع اللي بتحط عليه مياه وبيتاكل ده بدون ذكرى أساميه بردو وده فيه المكرونات دي بقى ترند كتير جداً شعرية شعرية فدي طبعاً الأسف اللي فيها السبايس اللي فيها العالية جداً بتأثر طبعاً على الهالف تاع المفاصل المفاصل ما تاخدش التغذية الطبيعية بتاعتها يبدأ يحصل فيها تأكل وده بيؤدي للأسف بقى بعد كده لما نيجي نعرف أن الخشونة مش هي نهاية المطاف يعني بيبدأ يحصل إصابات في الغدريب في ربط صليبي فيهم خش بقى مضطرين في سن مباكر جداً لعمليات بتؤثر بقى على المدى الحياة التغيير مفصل والحاجات دي كلها ما بقيتش في السن الكبير فقط ممكن تبقى في السن الصغير بالأسف والأهم طبعاً هي شاشة العصاب طب أعراض الخشونة إيه مجرد بقى أن الرقب توجه ألام حركية ألام حركية طبعاً أنا بصحب منهم ركب يواجعاني بطلع سلم وبنزل السلم ركب يواجعاني بصلي مثلاً ركب يواجعاني دي أول علامات والفرقاء عديل في الركب موقفة إيه؟ الصوت في حد ذاته على الشباة دكتور الصوت في حد ذاته ملفت للنظر ملفت ولكن لو هو مش مرتبط بألم لا ممكن يكون قلة رياضة قلة قوة عضلات ولكن لو انتبطت بألم والألم استمر عدد من الأيام لا لازم نستشير طبيب عشان من بدري في بعض الأدوية اللي بتغنينا عن تفاقم الإصابات وعشان ما ناخدش مسكنات كتير فتأثر على معادتنا المسكن مش هأثر على المفصل على الأسف هيأثر هيمنع القلم فانت بتاخد مسكن لوقت لحظي ان مع المادة البعيد انت معالكتش المشكلة وانت بتعالج العرض ودي الثقافة يعني تلو أنا متخبطتش وما تعرضتش لحادث ما أخدش مسكن لو أنا صاحب انهم ركبتي بتوجعني يبني سبب بتروح للدكتور ما تروحش تاخد أدوية وخلاص